بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردوغان ينتقد ازدواجية معايير الإعلام الغربي يتصرفون بفاشية لمعرفة تفاصيل ما جاء على لسان الرئيس أردوغان أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية انتقد الرئيس التركي وسائل الإعلام الغربية التي تنتهج معايير مزدوجة في تغطية الأحداث وتمارس التضليل بحق تركيا وشدد على أن من ينتقدون الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا يتصرفون بفاشية عندما يتعلق الأمر بأنفسهم ومصالحهم جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان الأربعاء خلال النسخة السابعة من حفل توزيع جوائز الإعلام بمنطقة الأناظول والذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة وقال أردوغان إنه يمكن للجميع أن يكتبوا ويتحدثوا ويعبروا عما يريدون شريطة أن لا يثنوا على الإرهاب ولا يحرضوا على العنف ولا يمارسوا التضليل وأوضح أن هذه الحقيقة لن يغيرها ما يسمى بالتقارير المعدة بناء على أوامر الجهات المتشوقة لرؤية عودة تركيا إلى ما كانت عليه في السابق وشدد أردوغان على أن من ينتقدون الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة في تركيا يتصرفون بفاشية عندما يتعلق الأمر بأنفسهم ومصالحهم وأشار أردوغان إلى أن بعض الدول تحتضن عناصر تنظيم جولن الإرهابي الذين أفشوا وثائق سرية للدولة التركية بدعوى أنهم من الصحفيين وبين أن تلك الدول نفسها لم تتردد ولم تمتنع للحظة عن إغلاق أبواب الوسائل الإعلامية بسبب نشر قضايا أبسط بكثير من إفشاء أسرار الدولة حفظ الله تركيا ورئيسها ووفقهم دائما لما فيه صالح الإسلام والمسلمين متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته